السيدات والسادة مساء الخير شاهد تاريخ الفكر المصري في عصره الذهبي أسماء لامع لمفكرين كبار لم يكتفوا بالانفتاح على الاتجاهات الثقافية الكبرى في العالم فقط لكنهم أسسوا مدارس فكرية كان لها تلاميذ في شدة فروع العلم والإبداع من هذه الأسماء الخالدة على سبيل المثال الرواد والأساتذة العظام زكي نجيب محمود عبد الرحمن بدوي زكريا إبراهيم أحمد فؤاد الأهواني فؤاد زكريا حسن حنفي عبد الغفار مكاوي والعديد من الرموز الشامخة التي أثرت حياتنا وأثرت في الأجيال المتعاقبة ولسنوات طويلة كانت في القاهرة والإسكندرية منارات حية للفكر والفلسفة والإشعاع والحوار الإنساني القلاق ضيفنا اليوم واحد من باقة الإبداع الفكري التي أنجبتها الجامعة المصرية أستاذ للفلسفة وعلم الجمال وصاحب منهج عصري في النقد الأدبي والفني في حديثنا اليوم من مصر نسأله عن الجامعة وهل تقوم بمهمتها الأصيلة كمركز للإشعاع والتنمير ونسأله عن إصلاح التعليم عن أوضاع المعلمين عن الثقافة والمثقفين نسأله عن مقالاته ومؤلفاته المهمة حول الخطاب الديني وتحديات الثقافة عن التعليم والثقافة والإنتاج الفكري في بلدنا حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم معي للحديث عن عوامل تقدم الأمم بين خطاب العلم والخطاب الديني المفكر الكبير الدكتور سعيد توفيق أستاذ الفلسفة وعلم الجمال بجمعة القاهرة